إيه هي الرشدة الربانية لإنجاح الزواج؟ لإنجاح مؤسسة أو شركة الزواج؟ نعم هو الزواج علشان ينجح النجاح ده بيحتاج خطوات أنا بابني أو بستثمر في هذه العلاقة مفيش حاجة أسمع أن العلاقة دي هتنجح بالصليقة فيما يخص العنوان الأساسي عندي وعاشروا هن بالمعروف ده من ناحية الرجل تجاه المرأة العشرة بالمعروف دي بتقتضي أن كل التصرفات أعرضها على الشرع وأعرضها على ضميري الإنساني واشوف هل ده مناسب لهذه الزوجة اللي أنا أخدتها بأمانة الله وبضمان الله وأنا في كتابة العقد بقول إيه فبقول إني عهدت الله فأنا وجودها معي أو وجودي معيها بناء على عهد أو عقد بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى ابتداء فالتصرفات دي هل هي تليق بهذا العقد ولا هي يعني بتضحض في هذا العقد وربنا سبحانه وتعالى لما أعرض عليه تصرفاتي دي هيرضى عني ولا هيغضب علي الرسول صلى الله عليه وسلم حط معيار للخيرية وقال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فده أول معيار في الرشدة اللي حضرتك بتتكلم عنها إن أنا خيري يكون رايح لأهل بيتي إن العلاقة دي تكون استثنائية ما بقاش أنا بتعامل مع الناس كلها في المجتمع كويس قوي ويجي عند أهل بيتي وبقى إنسان مش على أفضل حال أو إن أنا بقى بزي ما قلت إن أنا بدي كل مشاكلي النفسية وديها لشرك حياتي